هذا وقد غادر بحفظ الله ورعاية حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى هذا اليوم مدينة سوتي الروسية مختتما جلالته زيارته الرسمية التي قام بها إلى روسيا الاتحادية الصديقة وقد أجرى جلالة الملك المفدى خلال زيارة مباحثات مع فخامة الرئيس بلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية رفقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحل